بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا الكريم السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال كما تعرفوا اخواني اخواتي وكما سبق واهدرنا على انه سيكون الصباح اليوم مجلس طارق مجتمع طارق لمجلس الدفاع الصحي لفرنسا كملوا هذا الاجتماع اخواني اخواتي وجانا الوزير الاول والوزير الصحة فيغون اعطونا التصريحات الجديدة اللي رايحة تتخذها فرنسا في الايامات في الايامات الجاية ان شاء الله كما هدر الوزير الاول كاست ايكس قالكم بلي ارتفاع الاصابات يعني بزف في فرنسا وفرنسا تتعرض للموجة الخامسة طبعا هاد الاجتماع كان برئاسة سيد ماكرو كما نشرت الحكومة ايضا على اقتراب الحفلات نهاية السنة لازم يسوفيوهم لازم يسوفيو هذه الحفلات والموجة الخامسة للوباء والفيروس ينتشر بسرعة كما قال هو وهدار كذلك على حملة التلقيح يعني اللي راهي مهمة جدا وتحمي الاشخاص وتحمي سكان فرنسا اقدر كذلك قلنا باللي كاينين عشرة مليون اللي داروا الجرعة الثالثة وكاين مليون ونصف مليون ونصف يلقح كل يوم في فرنسا يعني وفرنسا سوف تفتح مراكز للتلقيح مراكز اخرى للتلقيح لتسهيل عملية التلقيح للاشخاص الذين لم يقومون بهذه العملية كما يطمئنكم سيد الوزير الاول كاست اكس قلكم مكانش كونفينمون ومكانش كوروف يعني في اليامات الجاية وانما كاينين بعض الاجراءات الصحية اللي راحين يتخذوها كما في المدارس في الكمامة تصبح اجبارية في القسم وفي الساحة وهدر على تلقيح الاطفال من خمسة الى اثنى عشر سنة الذين لهم هشاشة صحية يعني وعندهم امراض خطيرة وحملة هذه الحملة سوف تكون من خمستاش تبدأ هذه الحملة من خمستاش ديسمبر 2021 وواحد وعشرين والناس اللي في عمارهم اكبر من خمسة وستين سنة يروحوا يقلهم يروحوا يلقحوا ويديروا الغابة لتاحهم لا تخوزهم دوز يديروها يعني بدون موعد كذلك اهدر على تيلي تخاباي يعني العمل عن بعد يعني الناس تعمل في ديارها وجه نداء لشركات الذين يستطيعون يعني استعمال هذه العملية لقادرين يديروا العمال تاحهم تلي تخاباي طلب منهم ماذا بهم يديروهم يعني اه على الاقل نقولوا واحدة تخواجوه بار سمان ولا هكذا اه باش يفيتي والتجمعات يفيتي ولا الاجتماعات مع بعضهم والاحتكاك اه اكسترا اكسترا اه كذلك اه تكلم على اه غلق الملاهي يعني الديسكو تيك رح يغلقهم ابتداء من يوم الجمعة القادم لاربع اسابيع كاتسمان يعني وغلقهم باللي ثلاث اسابيع كافية لنتجاوز هذه المحنة اللي نتجاوز هذه الموجة الخامسة فالتباعد اه الجسدي واحترام الاجراءات الصحية ويكون اه كل اه سكان جا اه فرنسا يكونوا مسؤولون يعني يكونوا مسؤولين على هذا اه على هذا الاجراءات وهكذا نقدروا نه نه نخرجوا من هذه الموجة اما اخواني اخواتي على المدرسة ابتدائية اعلن الوزير ان كين بروتوكول جديد يعني يسموه سلم ثلاثة يتبق يوم اه يوم الخامس المقبل الكمامة للجميع للتلاميذ والمعلمين والمسيرين وكل اه انسان في المدرسة اه ويقوموا لازم يقوموا بابعاد التلاميذ يعني على بعضهم في الساحة في المطاعم قصة اللي يكلوا في الاكونتين وكذلك اتكلم اه سيد وزير الصحة على قاعات الرياضة واللي كان فيه احتكاك بززاف رح ذاني سوف تعلق اه كيما قلت لكم استبعد الحضر الحضر التجول استبعد اه الاستبعد اه الاستبعد اه الاستبعد اه الاستبعد قلكم يعني اه اه وقال كذلك ليس هو المتسبب في الموجة الخامسة في فرنسا اه فهناك فقط خمسة وعشرين حالة في فرنسا مؤكدة وكل الابحاث وكل الدراسات تقول يعني ولا تؤكد على اوميكرون اكتر خطورة من دلتا يعني قلكم هذا الاوميكرون ماهوش خطير كيما اه اكتر من المتحور دلتا اه اما الناس الغير الملقحون يوجه لهم الوزير دعوة قالهم روس روحوا وتلقحوا في مراكز التلقيح ولا في الفارماسي ولا في اي بلاسة يعني روحوا بدون موعد اه روحوا لقحوا ويوجه لكم النداء قالكم روحوا لقحوا رواحكم لتحميوا انفسكم وتحميوا عائلتكم اه كذلك ماذا ماذا تكلم لا يوجد يعني لا يوجد اي جديد من الاجراءات سوى غلق الملعهي ولا اه تشديد الاجراءات يعني في المدارس هذه هي اخواني اخواتي التصريحات الجديدة اللي صرح بها اه السيد كاستيكس وسيد فيرون اه اليوم اه وهذا ما كان خابتي ان شاء الله استفدتم من هذي الفيديو اقوى على خير وسلام عليكم